موسيقى السيمو حمد العيدي كان يغضي الروح بالقراءة والكتاب الذي كان لديه مكانة خاصة ومكانة كبيرة في الحياة جميعاً لأن هذا الكتاب هو الذي كبرنا به هو الذي قررنا به السيمو حمد العيدي وهو الذي وصلنا به واحد العديد من الميزات في الحياة التي تعلمناها أتخافيغ هذا الكتاب هذا الإهداع المكتبة السيمو حمد العيدي لفندسون دواء عبد العزيز السعود هو تكريم الأستاذ المتقف الباحث العالم الأستاذ محمد العيدي هو شرف لنا كبير لأنه كان هذا الشيء الذي سيبقى كان بالطبع لأنه من بين الميزات التي وصلنا هو الميزات التقاسم و العطاء إذا ما يمكنك أن نظن إلا ويكون فخور بهذا الإهداء هذا المؤسسة الذي سيستفد منه الباحثين والذي سيستفد منه كانت منه الطلبة ويبقى إن شاء الله صدقة جارية الأستاذ محمد العيدي الذي نحتفي بروحه اليوم خصوصاً وأن عائلته قامت بمبادرة كريمة وجميلة جداً وهي إهداء مكتبته التي تتكون مما يقارب الألفين كتاب لمؤسسة الملك عبد العزيز السعود نظراً أنه كان في هذا الفضاء اشتغل فيه كثيراً وأصدر مجموعة من الكتب داخل هذه المؤسسة وكانت محربه العلمي فلذلك التقافة تقافة إهداء العلم تقافة تمكين الأجيال القادمة من طلع على ما كان ينهل منه الجيل الذي سبقهم مبادرة لا يمكن إلا تتمينها وإلا التنية عليها فرحمة الله على الفقيد سيد محمد العيدي نجتمع اليوم لتأبيني بطريقة أخرى المرحوم الأستاذ محمد العيدي هذه الشخصية التي طبعت البحث في الجامعة المغربية وفي مجال العلوم الإنسانية والجتماعية ليس فقط من خلال مصاره العلمي سواء خارج المغربي أو داخله ولكن أيضا من خلال ما كتبه من كتابات وألفه من مؤلفات ومن خلال أيضا مشاركاته في الندوات واللقاءات العلمية المواكبة للتطورات التي عرفها المجتمع المغربي المرحوم المرحوم محمد العيدي كان من المواضبين على هذه المكتبة حيث عرف بمواضبته وبحضوره الدائم للبحث والدراسة من خلال الاستفادة مما تحتوي عليه مكتبة الملك عبد العزيز السعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإسلامية والاجتماعية والبحثه المستمر المتعلق بالمقابلات أو المتعلق بالمقارنات أو المتعلق بالفتح بعض المجالات المتعلقة بالدراسة الاجتماعية المغربية ليس فقط في مجال الطرح الأسئلة الجديدة التي أصبح يعرفها المجتمع المغربي في العقود الأخيرة ولكن أيضا من خلال عمله في الجامعة كأستاذ يوجه طلبته ويشرفه على البحوث والدراسة لهذا السبب أو من ضمن الأسباب التي جعلت عائلته تهدي هذه المكتبة أو مكتبته المهمة التي تحتوي مجموعة من الكتب التي نفدت الكتب النادرة كما تسمى إلى المؤسسة لكي يبقى اسمه خالدا بالنسبة للباحثين والدارسين جيلا بعد جيل لأنهم دائما سيستفيدون من هذه المكتبة ويستفيدون مما تحتويه من مصنفات وكتب ومما أيضا تحتويه من كتبه ومقالته التي ألفها بنفسه ترجمة نانسي قنقر موسيقى